على خلفية الاستهدافات المتكررة التي تعرضت لها المنشآت الحيوية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان استنكر عدد من شيوخ العشائر في محافظة الأنبار هذه الاعتداءات مطالبين الحكومة بأخذ دورها الدستوري في حماية المواطن العراقي والحفاظ على أمنه واستقراره الشعب الكردي هو جزء من الشعب العراقي ولهم مكانة خاصة عند العراقيين الأكراد أخوانا في كل الأحوال أما أي اعتداء على الشعب الكردي سواء داخل أو خارج هذا أمر مرفوض ويجب على الحكومة أن يكون لها اليد في حماية المواطنها في كل مكان نطالب من الحكومة العراقية أن تكون لها عزتها وهيبتها وقوتها وأن تدافع عن أبناء شعبها من الشمال إلى الجنوب وفي أي مكان ونستنكر هذه الاعتداءات التي تحصل على كردستان في أربيل وكردستان والمحافظات الشمالية هي جزء من العراق جزء لا يتجزئ ولا يمكن ولن يمكن أن نفرط في هذا الجزء العظيم فهم أخوتنا وأحبتنا وهم من أبناء بلدنا هذا العزيز الغالي فلذا الواجب على الحكومة أن تدافع عن أمن العراق واستقراره فيما شدد مراقبون على ضرورة أن تكون هناك حماية لأبناء إقليم كردستان من الاعتداءات المتكررة كونه جزءا لا يتجزئ من العراق ودرء الفتن التي تحاول جهات زرعها بين أبناء الوطن الواحد تقع المسؤولية على حكومة بغداد بضرورة أن يكون هناك حماية توفير حماية لكردستان العراق لكون أن أي اعتداء على كردستان العراق هو اعتداء على أرض عراقية وبالنتيجة أنه لا بد أن يكون هناك إجراءات فاعلة وليس فتح تحقيقات وعلى الحكومة المركزية في بغداد أن تتخذ دورها الحقيقي بمنع هذه الاعتداءات ومحاسبة كل جهة تحاول الإساءة إلى كردستان العراق وإلى أيضا الأراضي العراقية بشكل عام وضرورة حفظ وحماية القواعد العسكرية الأجنبية وأيضا أن يكون هناك حفظ للبعثات الدبلوماسية والملحقيات الموجودة سواء في بغداد أو في أربيل وبالتالي أنه استهداف كردستان المستمر ولعشرات الاعتداءات أسبوعيا هذا يهدد السلم المجتمعي والأمن القومي العراقي ولا يخفى على أحد حجم الاستهدافات التي تعرض لها الإقليم في الآونة الأخيرة والخسائر البشرية والمادية دون أن يكون للحكومة العراقية موقف حقيقي لحماية أرض الوطن ومواطنية من الأنبار سعد الحاج قناة زاكر